أعبر مرحبا بكم في هذا المباشر من دوار إبراهما بمدينة سلا تم هدم مجموعة من المنازل العشوائية في هذه المنطقة والساكينة يعني وضيبة شاهدين الكرام في هذه المباشرة مرحبا 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 جاء مرحبا ماذا نوقع هنا يا عاودي لنا اخويا مويم انا نقولوا لما كان شرك شوهدك حيضة اخويا مباشر لا قولينا شنو كاين نسيت فرجوه شنو كاين وش شادرية انسو لك اخويا انسو لك اخويا فتو مباشر عاودينا اخويا شنو وقع لك اللي وقع وهو ربا امتي كين ترياب انت كتشوف عن هذا الساكن هذا في مئتين مترون في الصزر في الابوكا في الساكن الناس كتستفدنا مكيلا استفادة الاول وقرق سافرية بنتي وارف غادي نمشي وقال ابون مشكلة اللي كان معارس انتين مهم الترياب انت كدسوا احنا مشردين اصلا احنا مشردين انا من قبل وانا مشرد بشي مشكلة معارس ما عارس ما عارس ما عارس ما نقول علموكم لا علمونا امتي اه 48 ساعة عالي تقريبين قلك اسك تريب ربما الكلامتي تكرر ريبوليكم فوق حويجكم واكين مهم الترياب قلك جمال حويج لا حول اولا اخوش ركفت مباشر الناس يتفرشوا فيك قلني انا شو نوقع المشكلة باللي كان وهو انا السكن حتى قبل احضرت اه قبل احضرتنا نفس الكلام احنا متحسن بالوضعي ديالك انا كم تكتر ماشي مشكلة ماشي مشكلة ماشي مشكلة شايدنا الكرام على قناة عبير في هذا البت المباشر كنت تشوفوا الناس متأطرة لا تستطيع الكلام يعني تدخل السلطات الهدم هذه المنازل التي تعتبر منازل عشوائية كنت تشوفوا المنازل يجب تشوفوا ماشينا الكرام مباشر من دوار البرهما في القرب من مدينة السلا يجب أن تشوفوا اشتركوا في القناة 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 جنباش افز الزنقه جنباش انجل شو حالش كديره جنباش افز الزنقه عندي شوية مراد اأه ايام ما عنديش ما عندي باش ناكل باش نشرب انجل شو حالش كديره عاش السيدنا عاش السيدنا يا ربي نشوفوا المهانات شاهدنا الكرام مع هذا المشهد المؤلم ينتهي هذا البت المباشير صراحة لم أستطع أنني نكمله منذ ورد راحمة قرب مدينة السلاء ورد راحمة قرب مدينة السلاء